مشاهدين الكرام في كل مكان بنا رحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر كتاب عنوان حلقة اليوم هو زوجة واحدة أم تعدد زوجات الزواج في الكتاب المقدس هو أمر مقدس هو تصميم إلهي هو ارتباط ما بين رجل واحد وامرأة واحدة لأجل هذا يقول الكتاب المقدس للرجل أن يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا لكن للأسف الشديد يوجد من يقول أن الكتاب المقدس يبيح تعدد الزوجات وأن تعدد الزوجات قد انتهى بقرار من الكنيسة وليس بقرار مبني على كلمة الله فهل الزواج في الكتاب المقدس وفي المسيحية هو فعلا ارتباط رجل واحد بامرأة واحدة أم أن تعدد الزوجات أمر مسموح به أمر علمته الشريعة المساوية وأمر أيضا لم يلغيه المسيح عندما قال جئت لا لكي أنقض بل لكي أكمل فما هو مفهوم الزواج وما هي حقيقة أن الزواج في المسيحية هو ارتباط ما بين رجل واحد وامرأة واحدة عشان نقدر أن نحن نفهم هذا الأمر كتابيا خليني الأول أبدأ بفيديو فيه إدعاء صريح بأن الكتاب المقدس يعلم عن تعدد الزوجات وأن الله سمح وشرع تعدد الزوجات لكن الكنيسة هي اللي أفلت الباب أمام تعدد الزوجات بقرار كنسي وفضلت أن يكون الزواج هو ارتباط رجل واحد مع امرأة واحدة فنشوف أول فيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم إذا كنت أردت بيبال في عدد المستقبلة كمية نفسك يمكنك تقوم بكثير من الواجهة كما تريد سولمان كانت 700 مواجهة ابراهيم كانت ثلاثة من الواجهة إنه سنحن نقوم بسرعة لكتابة يجب أن يقوم بكثير من الواجهة طيب طبعا هو بيتكلم أنا معرفش حاطت في بقه يعني ساروخ فهو بيقول إنه لو أنت بتقرأ الكتاب في العهد الأديم وفي العهد الجديد هتجي التعدد الزوجات فالعهد الأديم بيعلم عن تعدد الزوجات والعهد الجديد بيعلم عن تعدد الزوجات فقط الكنيسة هي اللي قررت أن يكون الزواج هب زوجة بامرأة واحدة ده كلام مش بس هو اللي بيردده لكن كثيرين للأسف من المسلمين اللي ما عندهمش دراية أساسا بما يعلمه الكتاب المقدس عن الزواج بينادوا بهذا الفكر وأنا هتكلم شوية عن هذا الموضوع لكن خلونا نسمع كمان الدكتور عدنان وهو بيأكد نفس الحقيقة إن تعدد الزوجات انتهى بقرار كنسي وليس على أساس أمر كتابي موجود في الكتاب المقدس خلونا نسمع الدكتور عدنان في الفيديو الثاني لذلك المؤسس مارفيل لوثر كان مناضلا متحمسا لفتح باب التعدد أنا أنا عايزة أعف هنا لوثر اللي هو المصلح الذي قاد الإصلاح إزاي كان مناهدا لفتح باب التعدد يعني أنت جبت المعلومة دي منين ماشي كمل لذلك المؤسس مارفيل لوثر كان مناضلا متحمسا لفتح باب التعدد خلافة للكنيسة والكنيسة الرسمية الأولى ولم تحرمه إلا بعد مجمع نيقية يعني الزواج من أكثر من زوجة اتحرم في الكنيسة بعد مجمع نقية يعني الفترة الأولى القرون الأولى من المسيحية القرن الأول والثاني والثالث كان فيها المؤمنين في الكنيسة كان ممكن يتزوجوا أكثر من امرأة ده اللي عايزي أقوله كمل أو مجمع نيقية 325 قبل ذلك كان سائدا وشائعا كان موجودا يبقى الزواج بأكثر من امرأة كان موجودا طبعا هم بيجيبش أي دليل ولا أي برهان ولا أي حاجة دي كلها على فكرة بالضبط بيتناقلوها الإخوة المسلمين دون وعي ودون دراسة حقوقية لمفهوم الزواج في المسيحية طيب قبل ما أتكلم عن زوجة واحدة أم تعدد زوجات خليني أقدم شيء كده بسيط عن الزواج في فكرة الله وزواج في فكرة الله بنجيبه منين؟ بنجيبه من الكتاب المؤدس بنجيبه من تصميم الله الأساسي للأسرة عشان كده أول حقيقة بنلاقيها في الكتاب المؤدس أن الزواج هو تصميم إلهي أولا وأخيرا يعني إيه الكلام ده؟ يعني الزواج ليس فكرة بشرية وليس فكرة مجتمعية ولا فكرة ابتدعها مجلس من المجالس أو هيئة من الهيئات أو الأمم المتحدة قررت أن يكون مثلا للرجل زوجة أو يتزوج أو موضوع الزواج هو يعني تصميم بشري التصميم الأساسي هو تصميم إلهي من أول ما الله خلق الإنسان وصمم للإنسان الأسرة هو الذي قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره هو اللي يصمم الأسرة هو اللي يصمم هذا الكيان لأن الأسرة هي النواة الأساسية اللي بتكون المجتمع مجموعة الأسر هي اللي بتكون المجتمع فالله اهتم بأن يكون التكوين الأول والتصميم الأول هو من تصميمه هو وليس من تصميم البشر لأجل هذا يقول الكتاب في تكوين 2 وفي عدد 24 لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتسك بامرأته ويكونان جسدا واحدا ده التصميم الإلهي ده التصميم الإلهي أن الرجل بيترك يترك عاطفيا ويترك نفسيا ويترك فعليا بيت أبيه وأمه ويلتسك بامرأته وهنا يتكون كيان جديد كيان جديد ويكونان جسدا واحدا باتحاد جديد بين رجل واحد وامرأة واحدة لا يوجد هنا أبدا فكرة التعدد لما بيكلم يترك الرجل أباه وأمه وهنا بيكلم عن خلق حواء وإن ربنا خلق حواء وحدة لآدم واحد لم يخلق رب مجموعة لآدم من الزوجات لم يرى الله أن آدم يحتاج إلى أكثر من امرأة فالله في تصميم الأساس الأصلي للزواج رجل واحد وامرأة واحدة وهذا الرجل يترك بيت أباه وأمه ويلتسك بامرأته ويكون كيانا جديدا أسرة جديدة التعبير يترك يلتسك وجسدا واحدا يؤكدان على أن الزواج هو عهد دائم لا ينقطع حتى في تصميم الله الأصلي للزواج لم تكن فكرة الطلاء واردة ولم تكن فكرة الانفصال أيضا واردة ده التصميم الأصلي كيف شوه الإنسان هذا التصميم الأصلي ده موضوع آخر لكن التصميم الإلهي الأصلي موجود طيب عشان كده لما نقرأ في النص ده ونفهم نعرف أنه آدم بمفرده غير كافي شعر بالوحدة كان وحيدا لم يجد له معينا نظيره وحواء أيضا بمفردها غير كافية آدم يحتاج إلى حواء معين نظيره وحواء تحتاج إلى آدم عشان كده رسول بوليس قلنا إيه أن غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب الاتنين دول بيكونوا أسرة واحدة وده المفهوم الكتابي اللي أعلنوا الله لنا في الكتاب المؤدس عن الزواج ومنه بنعرف أن الزواج بأكثر من امرأة ليس أمر إلهي وليس وصية إلهية بل هو كسر للتصميم الإلهي من بدايته بنعرف أيضا الزواج برجل برجل ليس هو أيضا من تصميم الله فالله لم يخلق رجل لآدم لكنه خلق حواء لآدم ونعرف أيضا أن حواء تحتاج إلى آدم وعشان كده كل أنواع الشواز الجنسي مرفوضة في الكتاب المؤدس وتعتبر أيضا خطية بيكلم عنها الكتاب فتعدد الزواجات مرفوض وتعدد الأزواج مرفوض والشواز مرفوض في الكتاب المؤدس كله مبني على أول أصححات في الكتاب المؤدس ولم ياخدش باله من الأصححات دي ممكن بعد كده يتلخبط لكن دايما نرجع إلى التصميم الأصلي اللي ربنا خلق عليه الإنسان ومنه ننطلق وممكن نشوف إلى أي مدى الإنسان انحرف عن هذا التصميم لكن التصميم الأول الأصلي الذي خلقه الله هو ارتباط ما بين رجل واحد بامرأة واحدة طيب الزواج كمان في الكتاب المؤدس هو عهد عهد وليس عقد وفرق كبير جدا ما بين العقد والعهد يعني أنا لو عملت معاك عقد كويس أنا هشتغل عندك وهتديني المرتب الفلاني واللي أنا هقوم بي أو الجوب ديسكريبشن زي ما بنسميه اللي أنا هقوم بي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ومسئوليتك أنت نحوي هي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة إذا طرف من الأطراف إذا طرف من الأطراف ما أمشي بدوره كما يجب العقد دوا بيتقطع ده عقد وروح أدور على شركة تانية أشتغل فيها العقد ليه بداية وليه نهاية كويس لكن فكرة العهد مختلفة it's covenant بنسميها عهد عهد لا ينقطع عهد مش مبني على شروط لكن عهد مبني على محبة وقبول واحترام وصدق وأمانة عهد الله هو الشاهد عليه ما فيش حد تاني شاهد آه فيش شهود من البشر لكن الشاهد الأولاني هو الله اللي بيشهد على هذا العهد it's covenant وعش كده الزواج هو علاقة عهد مش لما الإنسان يختلف مع شرك حياته يروح مقطع الورقة ويقول أنا في حال وانت في حال لكن هي علاقة عهد هتقول لي طب ما الكتابة المؤدسة تكلم عن الطلاق وفي العهد القديم قال موسى لو في رجل اكتشف ان امرأته فيها عيب ممكن يطلقها أتكلم عن الجزء ده أنا بتكلم على التصميم الإلهي الأول للزواج هو علاقة عهد هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت وده المفهوم المسيحي عن الزواج عش كده يقول الرب في ملاخي اتنين الرب كان بيوبخ شعبه علشان شعبه للأسف كان بسهولة جداً بيكسر العهود فقلتم لماذا؟ من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك يبقى الشاهد على العهد اللي انت قطعته مع شريكة حياتك هو الرب إلهك لأن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قارنتك قارنتك وامرأة عهدك فالرب بيوبخ الإنسان اللي بيغضر بالعهد وبيوبخ الشعب لأنه لم يحفظ هذا العهد ثالثاً الزواج في المسيحية هو علاقة دائمة طول العمر وفي كل الظروف في السراء وفي الدراء في الصحة وفي المرض في الفقر وفي الغنى ده العهود اللي بناخدها على نفسينا هي علاقة دائمة طول العمر وفي كل الظروف وعشان كده الانسان ما ينفعش يلعب بهذا العهد ما ينفعش يكون هذا العهد موضوع لعبنا لأنه بسبب هذا بتأتي دينونة الله يقول الكتاب فأجاب وقال لهم ده الرب يسوع أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنسى رب يسوع هو أمه ويلتصك بامرأته ويكون الاثنين جسداً واحداً إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرق إنسان وبعدين ييجي واحد يقولك لا لا تعدد الزوجات أساساً موجود في المسيحية لأن المسيح جاء لا لكي ينقض النموس بل يكمل النموس والمسيح لم يعلم ضد تعدد الزوجات والمسيح لم ينادي بشريعة المرأة الوحيدة جبتها منين دي النصة هو دمنا موجود هنا في متى 19 وموجود أيضاً في مرؤس أصحى عشر نقطة الرابعة في الزواج المسيحي الزواج هو ارتباط بين رجل واحد وامرأة واحدة تعدد الزواجات تعدد الزواج هو يعد الزواج هو ارتباط سوري تعدد الزواجات مرفوض في الكتاب المقدس التعدد مرفوض في الكتاب المقدس تعدد الزواجات هتقول لي بس ده أمر موجود في الكتاب المقدس وبما أنه موجود في الكتاب المؤدس أنا أأتي إلى سؤال مهم هل تعدد الزوجات أمر مسبوح به في الكتاب المقدس يعني هل الله شرع للإنسان أن يتزوج بأكثر من إمرأة أم أن الله شرع وصمم للإنسان أن يتزوج بإمرأة واحدة هتقول لي في حالات في الكتاب المقدس في حالات سجلها الكتاب المقدس لرجال الله يعتبر رجال الإيمان كتاب المقدس تزوجه بأكثر من إمرأة تعدد الزوجات متى بدأ؟ تعدد الزوجات بدأ مع لامك مع السقوط بعد سقوط الإنسان قبل سقوط الإنسان لا يوجد حاجة اسمها تعدد الزوجات لكن تعدد الزوجات دخل بخطية الإنسان وحبه في الامتلاك وبحثه وراء شهواته ده سبب دخول تعدد الزوجات أول شخص نقرأ عنه في كلمة الله في سفر التكوين أصحاح 4 وعدد 19 أنه تزوج إمرأتين كان لامك ولامك يعتبر هو السابع من ناس لقايين وهو شخص شرير اشتهر بالعنف والإجرام والعصبية وانشتهر أيضا بتعدد الزوجات ده أول شخص ده يعني أول ذكر في كتير مؤدسة عن تعدد الزوجات هتقول لي آه بس بس بعد كده بنجد فيه رجال أباء في الإيمان ارتبطوا بأكثر من زوجة يعني عندنا إبراهيم أخذ سارة وبعدين هاجر مع سارة وبعد موت سارة خذ قطورة ويعقوب أخذ رحيل وليئة وأخذ زلفة وبلها وداود كان عنده ثمان زوجات والمصيبة والطامة الكبرى أن سليمان يقول لنا الكتاب أنه كان عنده أكثر من سبعمائة زوجة وتلتميت خادمة يعني أو كونكيوبايت وبعدين كتير مؤدس سجل حياة هؤلاء وممكن تقول هو أنا أحسن من إبراهيم في إيه طيب إبراهيم ده أبو الإيمان أو أنا أحسن من داود في إيه وليه ربنا ما ضربش هؤلاء وليه ربنا ما وابخهمش وليه ربنا ما عطلش زواجهم واجعل فقط ليهم زوجة واحدة على الكتاب المؤدس بيسجل لنا 13 حالة لتعدد الزوجات من لامك حتى يوشي عندنا ده اللي سجله كتاب المؤدس بس خليني أقول لك مبدأ دايما بيتقالة أو عبارة بنقولها في يعني statement كده two wrongs don't make right يعني حكتين غلط ما بيعملوش صح فلإنه لتكرار الغلط ما بيجعلش الغلط صح مش لإن الغلط تكرر في حياة إبراهيم وتكرر في حياة يعقوب وتكرر في حياة داود وتكرر في حياة سليمان صار الغلط صح تكرار الغلط مش ممكن يصير الغلط في يوم من الأيام صح هيظل الغلط غلط والصح صح إذا رجعت للتصميم الإلهي الأول هتكتشف أنه ما فعله إبراهيم كان غلط وما فعله أيضا يعقوب كان غلط وما فعله داود كان غلط وما فعله سليمان كان غلط لكن لماذا سمح الله بتعدد الزوجات في العهد القديم؟ الحقيقة الأولى التي يجب أن نذكرها هنا هو أن تعدد الزوجات لم يكن جزء من التصميم الإلهي الأول للزواج في بداية الخليق لم يكن جزء في كل مدينة وكل حي أو كل بيت بني له تصميم تصميم أول تصميم الأول بتاعه تصميم الأول دا اللي بيكون في البلدية عندهم نسخة منه بيبقى موجود تصميم الموافق عليه بين الجهات الرسمية تيجي أنت بقى تشوي في هذا التصميم وتكبر زي ما أنت عايز وتغير زي ما أنت عايز دا ما بيعملش اللي أنت صح ولو جيت أنا زيك وعملت زيك نفس الغلط دا مش اللي احنا عملناه غلط بيحول الغلط دوا لصح مازال هناك التصميم الأول الإلهي للزواج وهو في تكوين اتنين رجل واحد وامرأة واحدة جي براهين جي يعقوب جي داود جي سليمان شوي هذا التصميم ما فعلوه ما جعلش الفعل بتاعهم وتكرار الفعل ما جعلهو صح جعله مقبول في المجتمع لكن أمام الله لم يكن فعلا صح أو صحيح الحقيقة التانية اللي بنعرفها لما نيجي لكتاب المؤدس الكتاب المؤدس بيسجل لنا الأحداث كما هي يعني لما يجي الكتاب المؤدس مثلا ويقول لي أنه الحية قالت لحواء لن تموت الرب قال يوم تأكل منها موتا تموتها بس الحية جات وقالت لحواء لو كلتم من الشجرة دي مش هتموتوا وعيز مش معنى كده أنه كلام الحية بما أنه سجل في الكتاب صح لكن الكتاب يعمل إيه؟ بيسجل للحدث كما هو ده اللي بنسميه ديسكريبشن إنه الحدث الحدث تسجل كما هو وعلي أنا كإنسان إن أنا أقارد ما فعله داود وما فعله سليمان بالتصميم الأول الإلهي للزواج وأنا اللي أصدر الحكم على أن ما فعله كان غلط فهو بيسجل للحدث لكني مش مش الحدث اللي مذكور يعتبر مبدأ أخلاقي لازم أمشي عليه في أشياء بنسميها بريسكريبشن دي الرشدة الإلهية اللي ربنا بيقول اعمل هذا ولا تعمل تلك يعني لما يجي الرب يقول لا يكن لك أليهة أخرى أمامي ولما يقول أيضا لا تزني ولما يقول أيضا لا تقتل ده دي وصايا إلهية واضحة لكن لما يجي الكتاب ويسجل لي إن داود أتل مش معنى كده إنه وسيط الله تلغت وصار فعل داود هو التشريع الإلهي لا ده الكتاب بيحط لي الوصف اللي عمله داود كحدث وأنا أنظر إلى الشريعة اللي رب اداها وأقول إنه ما فعله داود كان خطأ فيه فرق كبير ما بين لما تقرأ الكتاب المؤدس على أحداث كثيرة بيذكرها وبيسجلها لنا على أنها أحداث حصلت لكن ليس معنى هذا أن هذه الأحداث صحيحة وحق وقدوة لنا ينبغي أن نفعل كما فعله ينبغي أن أفعل كما فعل إبراهيم وكما فعل موسى وكما فعل داود وكما فعل سليمان لا 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 أنا علي أفعل ما أوصاني به الرب علي أفعل وأخذ من حياة هؤلاء وأشوف إيه السقطات اللي سقطوا فيها وأتجنبها وإيه الأشياء اللي فعلوها حسنة وكانت مرضية للرب وأكون أيضا مثلهم فيها كويس عاش كده لما لما نيجي مثلا لكتاب مؤدس سجل لإنكار بوتروس هل أنا كمؤمن النهاردة مسموح لي أن أنا أنكر المسيح كما أنكر بوتروس المسيح وأقول لا 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 لما بوتروس تلميذ المسيح إذا كان بوتروس أنكر طب ما نعمل زي بوتروس بس بوتروس أخطأ تعمل لي زي بوتروس تعمل لي زي بوتروس طب ما داود داود زنى ببث شبع وقتل أورية زوجها وأقول إن أعمل زي داود أصله داود الرب يعني لما سجلنا دا دي أحداث في حياته فهو قدوة لي مين قالك أنه هو قدوة في الأمر دا ليك يبتاع منين دي فلما نقرأ الكتاب ونقرأ عن تسجيل الكتاب لتعدد الزجوات الكتاب بيكتب لي الأحداث كما هي بيقول لي الناس دي عملت إيه في حياتها علشان أنا بالروح القدس أقدر أقول إنه ما فعلوه هنا كان صح وما فعلوه هنا كان غلط لكن ليس تشريع إلهي لا توجد وصية إلهية تقول للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة لا توجد لا في العهد الأديم ولا في العهد الجديد لا توجد في نموس موسى ولا توجد في عهد النعمة طيب هتقول لي طيب ماذا عن النصوص الكتابية التي تتحدث عن الزوجة الثانية في نصوص كتابية بتتكلم عن الزوجة التانية وعن حقوقها وعن ازاي إنها ينبغي أن لا تظلم في المجتمع ألا تعتبر هذه النصوص تشريعا بتعدد الزوجات أشحل حضراتكم أكثر فيه كذا نص في العهد الأديم بتكلم عن الزوجة التانية يحتوي العهد الأديم على عدد من النصوص الكتابية بجانب الزوج الزواج الأول لآدم وحواء في الجانب تتحدث عن تشريعات خاصة بالزوجة الثانية فمما أن هناك تشريعات خاصة بالزوجة الثانية فأكيد الله الذي قال لموسى هذه التشريعات الخاصة بالزوجة الثانية هو الذي شرع تعدد الزوجات مين قال لك كذا ده استنتاجك الشخصي ده استنتاجك أنت الشخصي وليس التفسير الكتابي أشكد خلينا نسمع الفيديو رقم ثلاثة ونرجع نكمل مع حضراتكم لكن البعض يقول بي أن المسيحية ليس فيها تعدد أقول هذا الكلام ليس على إطلاقه أولا لأنه لا يوجد نص من كلام المسيح يمنع تعدد الزوجات لا يوجد أي نص ابحث في الكتاب من أوله إلى آخره لن تجد نصا واحدا بل على العكس من ذلك ستجد إشارات يفهم منها أن التعدد الموجود في العهد القديم مشروع في العهد الجديد أولا لأن المسيح قال كما في إنجيل متى ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل فهو يكمل ما جاء في الناموس والناموس أباحة تعدد الزوجات طيب شايفين بقى الزكاء الغير محدود ليعالم في الكتاب المؤدس بيقولك المسيح أساسا لا يوجد نص في الكتاب المؤدس في العهد الجديد كله وفي تعليم المسيح بيقول إنه شريعة الزوجة الواحدة هرد على الجزء ده بس خليني أرجع إلى النصوص المهمة دي اللي إحنا بنتكلم عنها اللي هو أيضا بيفسر على إنه بما إنها توجد نصوص تتحدث عن الزوجة الثانية فأكيد يبقى موجود هناك تشريع إلهي بالزواج بأكثر من امرأة هذه النصوص مثلا خروج 21 عدد 7 إلى 11 خروج 21 عدد 7 إلى 11 بيقول إيه بيقول وإذا باع رجل ابنته أما والنص ده ونتكلمنا عنه في العبودية في العهد الأديم قلنا إنه في العهد الأديم أو في شريعة العبد في العهد الأديم لا توجد العبودية بمعنى إن إنسان بيمتلك إنسان لكن وسط شعب إسرائيل العبودية هي إن أنت تشتغل عند حد لحد لما تسدد الديون اللي عليك أو تسدد الديون من خلال شغلك عند حد ولو أنت عاجز يبقى ابنك أو بنتك يشتغل عند هذا الدائن لحتى يسدد تسدد ديونك فهنا بيقول إيه زبعة إذا أنا مش قادر أسدد ديوني وعندي بنت كبيرة وعايز هي تسدد ديون بدالي فأوديها عند الراجل تشتغل عنده وإذا باع رجل ابنته أما لا تخرج كما يخرج العبيد كويس إن قبحت في عيني سيدها الذي خطبها يبقى سيدها دوا هو هي بتشتغل عنده هو خطبها لنفسه دا مش عبدة ولا أما لا 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 دي حرة سيبتشتغل عشان تسدد الدين فبيقول إذا قبحت في عين سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تفك يطلق لها الدين خلاص يعني يدعها تفك وليس له سلطان أن يبيع لقوم أجانب لغدره بها نهائي وإن خطبها لابنه لأنها حرة مش عبدة وإن خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها إن اتخذ لنفسه أخرى يعني إذا هو خطبها لابنه بعدين اتخذ لنفسه أخرى لينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها وإن لم يفعل لها هذه ثلاث تخرج مجانا بلا ثمن هو إيه اللي بيقوله رب هنا رب هنا بيحفظ حقوق المرأة المسكينة في مجتمع زكوري ظالم لا يحتفظ بحقوق المرأة مجتمع مش التشريع فالله بيحط تشريع هذا التشريع ليس تشريعا بتعدد الزوجات هذا التشريع هو تشريع للقاضي لكيما يحكم حكما عادلا في صف المرأة المظلومة ولكنه ليس تشريعا بتعدد الزوجات نهائي نص آخر تسنية 21 من 15 إلى 17 إذا كان للرجل امرأتان برضو نفس الفكرة تشريع لكيما يحفظ حق المرأة التي ظلمها الرجل وتزوج عليها زوجة أخرى لم يشرع الرب تشريع بتعدد الزوجات لكن الرب شرع لكيما يحفظ حق المرأة المظلومة أو المكروهة شوف هنا إزاي إذا كان لرجل امرأتان إحدهما محبوبة جميلة متكلمة محبوبة والأخرى مكروهة كويس فولدتها له بنين المحبوبة والمكروهة فإن كان الابن البكر المكروهة يعني الابن البكر ليه اللي تولد جاء من المكروهة وهو مش عايز يعطي ابن المكروهة حق البكورية فيوم يقسم لبنيه ما كان له لا يحل له أن يقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر واخدين بالكم إن ربنا بيعمل ربنا بيحفظ حق المكروهة المظلومة وليس تشريعا بتعدد الزوجات يعني لو أنت مش بتحب الزوجة ديا وهي اللي جابت لك الابن البكر هيظل هذا الابن البكر مهما كان حتى لو المحبوبة جابت ابن آخر ما ينفعش تبدلهم ولكن تقول علشان دي محبوبة أنا هدي ابنها نصيب اتنين والبكرية وكل الامتيازات بتاعت البكرية عاصل أنا بحب دي لا لا يقول هنا بل يعرف ابن المكروهة بكرا بل يعرف ابن المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اتنين من كل ما يوجد عنده لأن هو أول قدرته له حق البكورية ربنا هنا حق الابن اللي اتولد لأم مسكينة مكروهة وليس تشريعا لزوجة ثانية نص آخر سامويل اتنين يقولك سامويل اتنين ها هو شايفيني ازاي ربنا اد لداود أكثر من زوجة فقال ناثان لداود لما ناثان النبي دخل على داود بعد لما أخطأ داود في حق بث شبع وقرية وأخفى الأمر واعتقد انه محدش عارف فالرب بعث له ناثان النبي وكانت رسالة ناثان هي يعني نوبة صحيان زي ما نقول يقول ايه فقال ناثان النبي لداود انت هو الرجل هكذا قال الرب اله اسرائيل انا مسحتك ملكا على اسرائيل وانقصتك من يد شاول وعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك واللي يقرى الكتاب يعرف ان داود لم يدخل نهائي على نساء شاول ولم يقترب منهم وما ليه عايز اقول له انه اديت لك الملك ده تعبير عن انه كل مكان لسيدك شاول بيليك وليس وليس تشريع اله بتعدد زوجات وعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك وعطيتك بيت اسرائيل ويهوزة وان كان ذلك قليلا كنت ازيد لك كذا وكذا تفتكروا ده معنا ان ربنا هيزيد لي الزوجات يعني وتعدد الزوجات هو كل اللي كان بيتكلمه هنا ناثان ازاي انت قرية الحثة على فكرة كان متزوج امرأة واحدة وكانت هي بنسبة له كل شيء لكن داود بسبب الشهوة والطمع اخذ مكان لقرية الحثة وزن بها فعيز اقول له انت الملك ورب دا لك كتير لي تبص لي تشتهي ما لقريبك لماذا تشتهي امرأة قريبك لماذا تشتهي امرأة قريبة هذه النصوص كلها لا يوجد فيها شريعة الهية بتعدد الزوجات هذه النصوص هي تشريع الهي لحفظ حق المرأة المظلومة في المجتمع عشا كده بنسميها تشريع لحالات استثنائية كيس لا يعني هي مش نموس لكن هي حالات في النموس اذا اذا جات امام القاضي يقدر انه يحكم فيها حكما عادلا كويس هي استثناء وليست القعدة القعدة هي زوجة واحدة لكن اذا الانسان بسبب شره وخطياء وشهواته فعل هذه الامور فربنا بيحفظ حق المرأة المظلومة هذه النصوص وان كانت تذكر الزوجة الثانية الا اننا لا نجد فيها اي تصريح الهي بتعدد الزوجات فهي تتحدث فقط عن حق اولاد الزوجة الثانية وتحقيق العدالة الاجتماعية حتى في وجود غير الزوجة عشان كده هذه النصوص تتناول حالات خاصة وليس الوضع الطبيعي وهنا ومن خلال الشريعة يوفر الرب للقادي او القائد السياسي الموجود اللي بيحكم انه مبادئ يستطيع من خلالها ان يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع الظلم عن المظلوم لهذا يبدأ النص ب اذا كان اذا كان اذا كان لرجل امرأتان فهي ليست القاعدة لكن ده الاستثناء وربنا مهتم بالاستثناء اه لانه هناك في طرف مظلوم فرب مهتم به ومهتم بانه ما يتظلمش ومهتم بانه ياخد حقه ده التشريع الالهي وليس التشريع بتعدد الزوجات اقروا الكتاب صح وافهموا الكتاب صح طيب ما هو السبب الرئيسي وراء تعدد الزوجات طبعا يطلع لواحد زي منقز سقار يقولك تعدد الزوجات السبب الرئيسي وراءه هو ان تتزوج المرأة وان لا تعد محرومة طول حياتها من زوج وفي ظروف الحروب وفي ظروف مش عارف ايه وتبريرات كثيرة جدا طبعا هو بيبرر ليه هو بيبرر لانه عنده نصوص مثل ثلاث وربعة فلازم ببررها لكن انا مش محتاج ببررها انا محتاج اديها الاسم الحقيقي لها اللي بيقوله الكتاب عنها طب ايه الكتاب بيقول ايه عن تعدد الزوجات ما هو السببب الرئيسي وراء تعدد الزوجات السببب الرئيسي وراء تعدد الزوجات بكل بساطة هو خطية الانسان وقسوة قلبه لا يوجد سبب اخر لا يوجد سبب اخر في حياة ابراهيم كان عدم ايمان في حياة سليمان كانت شهوات ومعاهدات وحب امتلاك ليكون اعظم من كل من كانوا على وجه الارض كتاب كتاب يدين هذه الخطيئة وعارف الله انه قلب الانسان الشرير هو اللي وراء تعدد الزوجات الله في تصميمه للزواج زوجة واحدة ورجل واحد وعهد عشو كده لازم نسميه الاسم الحقيقي ايه السبب الرئيسي وراء تعدد الزوجات هو خطية الانسان وقساود قلبه وزي ما قلت تكرار الحدث لا يجعل منه تكرار الحدث الغلط لا يصير صح تكرار الحدث الغلط لا يصير صح زي تكرار الكذب لا يحول الكذبة الى حق ستظل كذبة وشكده في الكتاب فمنذ البد خلق الله امرأة واحدة لرجل واحد منذ البد ده التصميم الالهي للزواج والله لما دعا اناس لم يدعو اناسا كاملين لانه لا يوجد انسان كامل بل دعا اناسا ناقصين عندهم ضعفات لم يكن تعدد الزوجات في حياة ابراهيم نقطة قوة ولا في حياة موسى نقطة قوة ولا في حياة داود نقطة قوة ولا في حياة سليمان نقطة قوة بل دي النقاط ضعف والكتاب سجل لنا هذه النقاط الضعف بكل امانة وعلى فكرة اللي يارى فينا تاريخ الامة اليهودية ويدرسوا صح يعرف انه في حاجتين اولموس انتهوا بعد السبي البابلي في حاجتين وقفوا من الممارسات اللي كان بيصنعها شعب الرب قبل السبي ما نجدش لهم ذكر بعد السبي الحاجة الاولانية كتعبادية الاوثان قبل السبي كانوا بيعبدوا كل شيء بعد السبي حتى في ايام الرب يسوع كانوا بيعبدوا الرب واحد حاجة تانية تعدد الزوجات قبل السبي كان فيه كتير بعد السبي كانت انتهت بعضهم كان ممكن يمارسها بس دي اقلية لكن الاغلبية المجتمع كان رجل واحد زوجة واحدة اه كانت فيه مدارس كتيرة بتبيح الطلاء وفيه مدارس فالحاعة الغارب وفيه مدارس كانت مضيئة جدا لكن خليني ارجع الى نقطة مهمة تعدد الزوجات اظهر ايضا في كل احداث الكتاب ان بسبب تعدد الزوجات كانت هناك مشاكل وانقسمات و يعني الام داخل البيت لا يوجد بيت دخلوا تعدد الزوجات وكان سليم من ابراهيم لداود لسليمان ليعقوب كويس اجي الى السؤال بقى المسيح قال انه جاء لكي يكمل النموس لا لينقض النموس والنموس علم ان تعدد الزوجات لهذا لم يلغي المسيح تعدد الزوجات هل النموس علم ووص الانسان ان يتزوج باكثر من امرأة لا يا دكتور مركز محتاج تصحح معلوماتك هتلينا انت نص كتابي واضح من الشريعة بيقول للرجل تزوج باكثر من امرأة لكن الكتاب بيعالج اخطاء الانسان لكي لا يظلم احد مسكين كالمرأة او الزوجة التانية اللي اخذها الانسان بسبب قسوة قلبه وخطيته لكن هتلينا انت نصوص بتقول النص الهي الرب بيقول على الرجل ان يتزوج اكثر من امرأة وتكرار الحدث الغلط ليس معنا تشريعه طيب اجي لنقطة اخرى قالك المسيح لم يعلم المسيح لم يعلم عن الزوجة الثانية الدوجة الاولى والمسيح لم يعلم على ان الزواج هو ارتباط رجل واحد بامرأة واحدة حضرتك ما تعرفش عن المسيح اعلم ايه انت هنا اثبت انه حتى اللي علموا المسيح انت بتفسروا بمزاجك ماذا قال المسيح في مرؤس عشرة من اثنين الى تمانية ممكن حضرتك يا دكتور مونك استفسر للنص دانه راه لك فتقدم الفرسيون وسألوه هل يحل للرجل ان يطلق امرأته هل يحل للرجل ان يطلق امرأته وسألوه السؤال ده علشان يجربوه علشان يعرفوه هو انهي مدرسها في الفكر اليهودي ينتمي اليها انه كان فيه مدرستين مدرسة هليل ومدرسة شمعي ومدرسة هليل كده احفظوها مهللة يعني مش مهللة يعني بتقول هليلوية لا لا يعني كده مفتوح على الغارب الرجل يطلق امرأته لاي سبب لو حرقت له الاكل لو الاكل اللي عملته مش عاجبه لو بص ليها في مرة كده ما عجبهاش ما عجبوش منظرها يطلقها لاي سبب اذا وجد فيها عيب كما قال موسى في تسنية اربعة اربعة وشرين مدرسة شمعي بتقول لا هذا العيب ما ارتبتش لا بالاكل ولا بالشكل ولا بالشرب ولا باي حاجة هذا العيب هو فعل جنسي اخلاقي يكسر العهد وبهذا لا يحق للرجل ان يطلق امرأته الا لعلة الزنا ده شمعي فلما جم للرب يسوع سألوه فاجاب وقال لهم بماذا اوصاكم موسى على فكرة ما قالش بماذا اوصاكم الرب بماذا اوصاكم مين موسى لان موسى اذن لهم بسبب قساوة قلوبهم موسى فقالوا موسى اذن ان يكتب كتاب طلاق فاجاب يسوع وقال لهم من اجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية ووسية الطلاق ليس معناها تعدد الزوجات ووسية الطلاق هي حفظ حق المرأة في مجتمع بهذا الشكل فقال لهم ايه ولكن من البدء الى اين ذهب الرب يسوع عشان يتكلم عن الزواج والطلاق ذهب الى التصميم الاساسي ذهب الى تكوين اثنين ولكن من البدء انهي بدء من الخليئة بدء الخليئة ذكرا وانسى خلقهما من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه سينجلور ويلتصك بامرأته سينجلور امرأة واحدة ويكون الاثنان جسدا واحدا اذ ليس بعد اثنين بل جسد واحد والذي جمعه الله لا يفرقه انسان ممكن تفسرها لنا يا دكتور منقذ بتفسيرك الرائع تبتكلم عن اثنين طبعا ممكن تيجي تقول لي لا لا ما هو اي زواجه وارتباط ما بين اثنين لا لا ده ربي بيكلم عن التصميم الاساسي انه ادم محاوة رجل واحد امرأة واحدة الحاجة التانية بقى اللي ابدعنا فيها الدكتور منقذ ونقدر ناخد الفيديو الاخير قالك الاية المحدودة قدام حسنا نشوف نسمع الفيديو ونرجع نعل علي ايضا وجدت في كلام بولوس في رسالتي الى تيمو ثاوث الاولى في الاصحاح ثلاثة يقول فيجب ان يكون الاسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة اذا عندما قال بمنع التعدد انما كان يتحدث عن الاسقف ثم يقول النص ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة لكن فيما غير الشمامسة الامر على ما هو عليه في العهد القديم طيب شايفين بقى يعني الابداع بتاع دكتور منقز بما انه قال باعة امرأة واحدة يبقى بقية الشعب بقية الشعب عندهم تعدد زوجات بس لازم يكون الاسقف الاسقف هو باعة امرأة واحدة لكن الشعب عادي عنده تعدد زوجات ومسموح عنده تعدد زوجات دكتور منقز مرجعش لأي تفسير مسيحي ولا لأي حتى قرينة كتابية ولا لأي كتاب يدي له الخلفية التاريخية عن هذا النص اولا يا دكتور منقز هذه الكنيسة هي كنيسة من الامم ومعروف ان الامم الامم يا دكتور منقز اليونانيين والرومانيين لا يبيحوا تعدد الزوجات بل عندهم قوانين ضد تعدد الزوجات ويس وبولس يكتب لتيموساوس الذي يخدم كنيسة من الامم كل أعضاءها من الامم فيعني حتى الخلفية التاريخية الاجتماعية حضرتك مش عارفها كويس يعني ايه باع لامرأة واحدة باع لامرأة واحدة بحسب ن.i.v انترورستي بايبل 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 باكجراوند الخلفية التاريخية تفسيرة الخلفية التاريخية بيقول انه فكرة تعدد الزوجات بلوجمي was not a practical in roman world ما كانتش بتمارس في العالم الروماني القديم كويس وهنا لما يقول باع لامرأة واحدة husband of one wife no doubt means a faithful husband and presupposes marriage such a man would be helpful in standing against the false teaching husband of one wife refer to one current material status and behavior يعني يعني راجل اتجوز امرأة واحدة وما تجوز تاني بمعنى حتى لو ماتت مراته ما تجوز تاني حتى لو مراته خانت وطلق ما تجوز تاني هو ظل بعل امرأة واحدة يعني اللي اتطلق واتجوز ما ينفعش يبقى اثقف واللي حتى امراته ماتت واتجوز ما كانش ينفع يبقى اثقف ده اللي بيكلم عليه ده اللي بيقوله التفسير ده وده اللي بيقوله ايضا world biblical commentary لما بيقوله انه التفسير النهائي ما ينفعش انه يكون تعدد زوجات لكنه بيشير الى ارتباط رجل بامرأة واحدة طول حياته وليس موضوع تعدد الزوجات اقرأ يا دكتور منقز افهم كلمة الله كتن مؤدس رجل واحد وامرأة واحدة الرب باركم وإلى نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح معكم